جديد أهلا بكم معنا مصدر قريب من المفاوضات النوعية الإيرانية أن عملية التمهيد لتوقيع وثيقة إعادة تصميم مفعل آراكي اكتملت وأن هذه الوثيقة حظيت بتوقيع وزراء خارجية إيران والقوى الكبرى ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني هذا وقد زار وفد من منظمة الطاقة الذرية الروسية العاصمة الإيرانية لإجراء مشاورات حول الشؤون النووية والعسكرية يتابع قطار العلاقات الإيرانية الروسية مسيره بقوة فلا تكتفي طهران وموسكو بالتعاون العسكري بل يتجه الحليفان نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد أيضا زيارات مكثفة ووفود رفيعة المستوى تتبادلها العاصمتان تمهيدا لبدء المشاريع المشتركة مع دخول الاتفاق النووي مرحلة التنفيذ الاتفاق النووي أزاح كافة العوائق أمام التعاون الاقتصادي والسياسي بين إيران ودول العالم لدينا أمكانات كبيرة للاستثمار ويوجد قانون واضح يحمل المستثمرين ونتطلع للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع روسيا في مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي خاصة في مجال الطاقة إلى ذلك وقع المسؤولون الإيرانيون والروس حديثا خارطة طريق العلاقات بين البلدين نائب الرئيس الإيراني الذي أكد عزم بلاده على تعزيز العلاقات مع موسكو في مجالات النفط والغاز والطاقة والصناعة ها هو يجدد اليوم تأكيده على أن اقتصاد بلاده سيشهد انتعاشا في المرحلة المقبلة أنا أعتقد أن اقتصاد إيران سيشهد انتعاشا كبيرا في مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي وسيكون اقتصادا لامعا في المستقبل الحكومة تبذل قصارى جهدها لرفع المعوقات عن تنمية الاقتصاد وهذا الأمر يعتبر من أبرز أولوياتنا سيشارك في مؤتمر قمة الدول المصدر للغاز الذي سنعقده في طهران أسبوع المقبل رؤساء كل من دول روسيا وبوليفيا والجزائر والعراق وفنزويل وكينيا وتركمانستان ونيجيريا وهذه خطوة هامة الاتفاق النووي وزيارة الرئيس الروسي بوتن المرتقبة لطهران الأسبوع المقبل فضلا عن فرص التعاون الواسعة بين البلدين الجارين جميعها عوامل تأذن ببدء مرحلة جديدة من العلاقات بين موسكو وطهران نحو تعزيز الشراكات وتأمين التطلعات تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم وثاني أكبر احتياطي من الغاز ما يجعل اقتصادها جذابا لشركات الطاقة العالمية روسيا بدورها تتسابق مع الدول الغربية لدخول السوق الإيرانية بعد إبرام الاتفاق النووي ورفع الحظر الاقتصادي عن إيران عباس نشاب تلفزيون الكوت طهران